اعلنت القيادة العامة لقوات دفاع المحرين عن فتح باب التطوع للمدنيين للالتحاق بالقوات الاحتياطية استمرارا للمرحلات الأولى وذلك لأقارب العاملين والمتقاعدين في قوات دفاع المحرين والحرص الوطني العسكريين والمدنيين إذ بدأت التجهيزات في المرحلة الأولى من خلال الاستقبال اللجنة المنظمة للمتطوعين وذلك استمرارا للمرحلة الأولى لتدريب القوات الاحتياطية بعد إعلان القيادة العامة لقوة دفاع البحرين عن فتح باب التطوع للمدنيين للالتحاق بالقوة الاحتياطية استمرارا للمرحلة الأولى أظهر أبناء مملكة البحرين من أقارب العاملين والمتقاعدين في قوة الدفاع والحرص الوطني العسكريين والمدنيين مسؤوليتهم الوطنية وحماسهم في الالتحاق بالقوة الرديفة دفاعا عن هذه الأرض وخدمة لأهلها طبعا هذه شرف كبير أن الواحد يخدم وطنه وكلنا جنود لهذا الوطن تحت ظل قيادة سيدي حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وبدعم مساندة سيد صاحب السمو ملك الأمير سلمان بن حمد آل خليفة البحرين تستاهل أننا نقدم أرواحنا في أحلى الظروف وفي أقصى الظروف نحن مع الوطن وجاهزين لخدمة الوطن والالتحاق في مثل هذه الخدمة هو شرف عظيم الجندية شرف عظيم لكل مواطن أنا شفت رابط التقديم في وسائل التواصل الاجتماعي طريق الاستقرام في الحساب الرسمي لقوة الدفاع البحرين طبعا الانضمام للقوات الاحتياطية شرف لخدمة البلد أولا ثم خدمة لسيدي جلالة ملك المعظم حفظ الله ورعاه وتنفيذا لأوامر وتعليمات وطبعا مما يتمنى أن يخدم مواطنة ويكون أحد الأبناء يقدمون أرواحهم خدمة الاحتياطية الوطن المتطوعون المدنيون أبدو سعادتهم بالالتحاق بهذه القوة المساندة لقوة الدفاع البحرين وجاهزيتهم العالية معبرين عن تطلعهم إلى الاستفادة القصوى من فترة التدريب التي توفرها قوة الدفاع والفرصة السانحة للوقوف تحت لواء واحد وهو خدمة الوطن لا شك أن الانضمام للقوة الرديفة لقوة الدفاع البحرين راح تضيف خبرة من ناحية عملية من ناحية انضباطية من ناحية الالتزام والضبط والربط العسكري أنا طوعت لأنها هي رغبة لي وبالتأكيد على ولاء والانتماء إلى وطني والتطوع فرصة لكل أبناء الوطن تأكيد الانتماء إلى ملكة البحرين والتطوع فرصة لكل أبناء المجتمع وأنها فرصة عظيمة منذها بالواجف فيها إلى جلالة الملك المعظم وخدمة البحرين إقبال المتطوعين ومشاركتهم في هذه القوة الاحتياطية جاءت بصورة اختيارية للمساهمة في الدفاع عن حياظ الوطن واستعدادهم للانتقال من الحياة المدنية إلى الحياة العسكرية التي تتسم بالانضباط والالتزام وتسهم في إحداث نقلة نوعية في حياتهم من خلال اكتساب مهارات جديدة أبناء البحرين يقبلون بالتسجيل للالتحاق بالقوة الرديفة لقوة دفاع البحرين متحدين على كلمة واحدة نحن جاهزون متى ما احتاجت لنا مملكة البحرين تحت راية سيدي جلالة الملك المعظم يكون الحاجز المنيع والصاد لكل خطر تواجه مملكة البحرين طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر